تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا رسالة شكر وتقدير من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فخامته في الرسالة عن خالص الشكر والتقدير لجلالته على ما لقيه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة أثناء حضوره فعاليات القمة العربية الثالثة والثلاثين وأشاد فخامة الرئيس المصري في رسالته بالتنظيم الجيد لفعاليات القمة معربا عن تقديره البالغ للمناقشات المثمرة التي دارت حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وما تم طرحه من حلول وأراء بناء لمواجهة التحديات الإقليمية التي تمر بها الأمة في ظل المتغيرات الدقيقة التي يشهدها عالمنا اليوم مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما بيننا وصولا لما فيه صالح شعبين وجميع شعوب الأمة العربية كما أشهد فخامته بهذه المناسبة بالعلاقات التاريخية الوطيدة وأواصل الأخوة والمحبة التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدا الحرص الدائم على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين مؤكدا 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 مؤكدا